قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم نورآني بأهله وماله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداء في صحيح مسلم اللهم اجعلنا ممن يحبون نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن يفدونه بأهلهم وأموالهم يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله لي الوسيلة فإنه لا يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوسيلة؟ الوسيلة هي الدرجة الرفيعة التي أعدها الله لرسوله في الجنة وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعص اللهم مقاما محمودا الذي وعليه